يؤكد المحلل السياسي كريستو بوتان أن عملية اختطاف طائرة قادة الثورة الجزائرية في 56 كان من تدبير المخابرة الفرنسية لوحدها حتى أن رئيس الوزراء الفرنسي أن ذاك تفاجأ بالعملية وثرت العملية غضب الملك راحل محمد الخامس الذي استدعى سافر المغرب في باريس من الواضح أن قضية هذه الطائرة التي اعتردتها فرنسا في الحرب الجزائرية ما كان يجب أن تكون أولا من الجلي كون هذا الاعتراض الذي قامت به فرنسا فاجأ جزءا كبيرا من النخبة السياسية الفرنسية كما أتذكر وخاصة رئيس الحكومة الفرنسية أنذاك غويمولي وحينها قرر ماكس لوجون وزير الدفاع الفرنسي بشكل أحادي تقريبا اعتراض الطائرة التي كانت تحمل قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية وهي الطائرة التي غادرت المغرب متوجهة إلى تونس وهذا أمر خاص جدا وكان الملك الحسن الثاني قد أبرز في مذكرته مازحا أن ماكس لوجون هو أول من حاول القيام بقرصنة الأجواء إذن لقد كانت عملية خاصة بالمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية والتي أهملت مرة أخرى تحذيرات الحكومة حينها المغرب طبعا معروف بدعمه وقتها أولا من خلال سيرورة حوار وأتذكر أنه في العام 1958 كان ما يزال بإمكاننا لمس أثار الحوار بين فرنسا وجبة التحرير الوطني الجزائرية لكن عملية اختطاف الطائرة قدت على هذه الإمكانية وأعطت نتيجة عكسية تماما فقد قطعت إمكانية الحوار وهيجت الجانب الأصعب من الجبهة ضد فرنسا وقد تواجد دعم المغرب لقضية استقلال الجزائر منذ البداية وكان يرجو حصول ذلك من خلال الحوار وفي بداية العام 1958 عرفت الحدود التونسية الجزائرية أحداث قرية ساقية سيد يوسف مما جعل المغرب يصطف إلى جانب الجزائر في الاجتماعات أتذكر أنه كانت هناك محاولات لإنشاء تكتل المغرب العربي الكبير ولهذا كان من الضرورية تسوية الأوضاع بتونس وأيضا بحث سبل حصول الجزائر على استقلالها وهذا ما يفسر منطقيا دعم المغرب لهذه المبادرات ومن الجدير بالذكر أن من سيمسكون بمقاليد الحكم بعد استقلال الجزائر كانوا يلاقبون بمجموعة وجدة وهذا ما يجعل المغرب حاضنا تاريخيا لقادة جبهة التحرير الوطني كملجأ آمن وقاعدة للتدريب وبالتالي فقد كان دعم المغرب لقضية استقلال الجزائر حقيقيا ومن الوادع أن قضية اختطاف الطائرة جاءت منافية لكل الالتزامات التي قدمها محمد الخامس ووريثه أنذاك الملك الحسن الثاني هذا ما يمكن استعراضه عن هذه القضية التي ما تزال تشكل موضوعا هاما ومتجددا في سياق العلاقات المشحونة بين المغرب والجزائر بالرغم من أن المغرب كان ولا يزال يبسط جسور الحوار مع الجارة فقد قام المغرب بدعم جبهة التحرير الوطني الجزائرية في حرب الجزائر وبعدها قام الحسن الثاني بالمفاوضة حول أجزاء من التراب المغربي والملك محمد السادس بدوره ما يزال يجدد الحوار مع الجزائر حول ذلك هو مشكل جيوسياسي يمكن وصفه بالتقليدي فعندما تكون دولة ما هشة داخليا دائما ما تحاول الدخول في سراعات خارجية وهذا ما قد يفسر العودة إلى هذه القضية وهي بإجماع المؤرخين تستن أي تدخل سلبي للمغرب بل على العكس أريد أن أذكر بإلحاح أن محمد الخامس قد قام باستدعاء السفير بلاده في باريس وبعد ذلك حاول المغرب إنشاء لجنة دولية كما قام بإنشاء خلية حوار للمفاوضة مع فرنسا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اهتم كثيرا بقيادي الجبهة الأسرى الذين تم ترحلهم إلى فرنسا فالمغرب هو الذي ساهر خصوصا بعد العام 1958 على تحسين ظروف عيشهم وذلك يمكننا القول إنها قضية ليسة للمغرب يدون فيها